السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي الكرام حياكم الله. اليوم معنا فيديو مهم جدا وهو طريقة استخراج الرقم الضريبي عن طريق النيت او عن طريق الايدولات. راح نتعرف بهذا الفيديو طريقة استخراج الرقم الضريبي وما فائلت هذا الرقم. لذلك اذا ما كنت مشترك بالقناة اشترك بالقناة واشارك الفيديو اللي تعمل فائدة على الجميع ان شاء الله. اول شي الرقم الضريبي هو يفيدك بايش? طبعا راح نتعلم طريقة استخراج اول شي اللي يبدين يحملون لك بلك الحمالة المؤقتة والاقامة. طبعا الرقم الضريبي يفيدك بفتح حساب في البنك او في شهادة الاسواقة او لاصحاب الاقامات لازم يكون عندك رقم الضريبي وبعض الامور الثانية. طبعا استخراج الرقم الضريبي اغلى بالعالم ما تعرف كيف طريقة استخراج هذا الرقم الضريبي او بدأ تروح الى دائرة المالية بشان استخراج هذا الرقم. طبعا احنا راح نتعلم اليوم طريقة سهلة وبشكل بسيط ان شاء الله. ومن دون لا تروح ولا تجي ولا تروح لأي سمسار ان شاء الله. بسم الله. اول شي تفوت على الاي دولات طبعا الذين يحمل الكيمليك الحمال المؤقتة او الاقامة تحط رقم الاقامة او رقم الكيمليك وتحط الشيفر وتفوت على الاي دولات. بعد ما تفوت على الاي دولات راح تطلع لك طبعا عندك الخيار هذا هنا تبع البحث مربع البحث. طبعا بعالم ما تعرف تقرأ لغة تركية طبعا تعطيه ترجمة وتحولها على اللغة العربية طبعا من صفح جوجل كروم. بعدين نكتب هون فرقين ومارسي. نضغط نكتبه هون نفس مو مكتوبة لكلمة هاي. فرقين ومارسي. راح خليك هي بالوصف ايضا. وطلع لك هذا الخيار التحقق من رقم التعريف في الضريب ايرادات. نضغط على هذا. الخيار راح يفتح لك رابط بشكل مباشر. او مثلا اذا ما طالع لك هذا. نرجع شوي. اذا ما طالع لك هذا. نكتب هون فرقين ومارسي. نضغط بحث. راح يفتح لك اول شي. اول خيار هذا. نضغط عليه. وراح تعطيه حسنا. تمام? راح تعطيه حسنا ببعض العالم ما يطلع لها. وببعض العالم ما يطلع لها. نضغط حسنا. راح يحول لك عن نفس الموقع اللي قلت لك عليه. ننتظر شوي مشان انت يقوم بالتحويل. نضغط عليه. نضغط حسنا. راح يحولنا على الموقع. اه تبع اه اقام الضرائب. ننتظر قليلا بس تتحمل الصفحة. طبعا الشغلة مهمة. اه من تفتح الصفحة بهذا الشكل. راح نختار طبعا اه الخيار اه واحد اثنان ثلاث اربعة الخامس. راح تختار الخامس. فرقي كيمليك. نمارسة سورملا. تمام? نضغط على هذا الخيار. تضغط عليه راح تفتح حاليا. طبعا هذا للكيمليك. وللاقامة السياحية نفس الشي. بعد ما تضغط عليه تنزل لها جوه. راح يطلع لك معلومات هون عندنا تمام? سوياد والبابا اه اه ادن. ورح تسحب على الاسار شوه راح تطلع لك الاد والهاي. اول شي هذا الاد دي اسم يتحط اسمك. اسمك مثل مموجود بالكيمليك بالاحرف الكبيرة حاصرا. بالاحرف الكبيرة وباللغة التركية. جيب الكيمليك وانقل احرفة المموجودة. تكتب مثل هون اسمك تمام? نجار مثلا نحنا نكتب اسمنا هون باللغة التركية. تمام هذا عند الاد. بعدين ننزل جوهن نحط على الطرف الثاني مكتوب سوياد. يعني الكنية. راح نحط اسم الكنية ايضا مثل مموجودة بالكيمليك او بالاقامة بالاحرف الكبيرة. راح ندخلها. تم دخلناها بعدين. راح ننزل جوهن راح يطليك بابا اد. يعني اسم الاب. راح تكتب اسم الاب بالاحرف الكبيرة ايضا. بعد ما تكتب اسم الاب. راح تحط هون عندك دقوم يرا. يعني انت مكان ال ولادة. طبعا نشبه راح نعمل. را حنت اروح على اخر خيار. مكتوب عليه يورتشي. يعني خارج البلاد او شي خارج. طبعا تحط على اهم شي يورتشي. بعد ما ما حطينا علىها آخر شي عندك الخيار هنا دقوم إيل يعني سنة ميلادك يعني بس تحط رقم مثلا عام ألف وتسعمائة وتسعين عام ألف وتسعمائة وتثمانين سبعين ثلاثة وسبعين بس هي ما يجب تحط مثلا ألف وتسعمائة مثلا ثمانية وسبعين آآ واحد عشرة ما يصر تحط بس رقم آآ طبعا آآ آآ رقم المواليد مثلا أربع رقم ألف وتسعمائة مثلا ثمانية وسبعين بعدين تحط على الخيار اسمه سورغولم تمام هذا تضغط عليه بالأزرق رح يفتح لك الرقم الضريبي رح تلاقي بأول شي معلومات اسمك وهي رح تلاقي الرقم الضريبي كلياته بس حابة اليسار رح تلاقي الرقم الضريبي من دون أي مشكلة طبعا واسمك وهي وتحفظ أنت هذا الرقم الضريبي تحفظه تمام أو آآ تكتبه عندك وتقوم بالاحتفاظ به لأنه بعدين رح يفيدك في أمور ثانية يمكن تنطلب منك بدها الرقم الضريبي وطبعا إذا استفدت من الفيديو وطلعت الرقم الضريبي لا تنسى الاشتراك وشارك الفيديو مشان تعمل فائلة على الجميع للأغلب العالم قام يلتجون للسماسرة مشان يحصلون على هذا الرقم الضريبي أو قام يعطلون يوم من أجل الحصول عليه طبعا يعطي لك الطريقة وبشكل مجاني وبشكل سهل إن شاء الله آآ وإذا عندك أي سؤال أو أي سبسار بخصوص أي موضوع حطنيها بالتعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة